يسعد أوقاتكم يا شباب كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير بهذا الفيديو رح أحكي عن عملة تشيا عملة جديدة إذا بتبحث عنها بأي مكان رح تلاقيهم عمينادولها البيتكوين الأخضر رح أحكي لكم عن مشروع العملة وليه هي حرفيا بتنافس البيتكوين والإيثريوم بمزاياها وطبعا رح أحكي لكم عن سلبياتها وبالفيديو الجاي رح أحكي لكم عن قطع الهاردوير المطلوبة وعن طرق حساب أرباحك بطريقة مبسطة وفي عندي خطة لسه لأكثر من فيديو لقدام رح نغطي فيهم تفاصيل دقيقة عن الموضوع وجاوبكم على كل أسئلتكم إذا كنت عم تتابعني أول مرة لا تنسى تعمل اشتراك بالقناة ليوصلك جديد الفيديوهات محتوى قناتي بيخص كل مجالات العملات الرقمية وطرق جديدة وخلاقة للاستثمار فيها والربح منها ويلا خلما نبليش تعديل عملة تشيا بيستخدم تقنية جديدة اسمها Proof of Space and Time إثبات المساحة والزمن إثبات المساحة عن طريق استخدام المساحة الفاضية بالهارد عندك عن طريق تثبيت شيء اسمه بلوت أو قطعة وهي القطعة عبارة عن مجموعة أرقام مشفرة وهي العملية يعني إذا بدي بسط لكم ياها فيكم تشبهوها بعملية الزراعة بعد ما يتم زراعة هاي القطع لازم تحصدها وهذا الشي اللي بيتم بالخطوة الثانية عملية الحصاد هي عملية فحص هاي القطع في بقل بهاي القطع عملة تشيا أو بالأحرى المفتاح يلي بدي يعطينا عملة تشيا من البلوك بس الفكرة أن كل البلوك بينزل على الشبكة فيه رقم معين لازم يكون رقم نفس الرقم يلي موجود بالقطعة يلي حضرتك زرعتها ولهيك كل ما زالت القطعة اللي بتزرعها كل ما رح تزيد فرصتك أنك تحصل على العملة والعكس بالعكس بالمناسبة بما أنه حكينا على البلوك فيه معلومة لازم تعرفوها أنه جائزة كل البلوك بيتم حله هي اثنين من عملة تشيا وهذا الرقم بقل للنصف كل ثلاث سنوات زراعة وأراضي وحصاد شو نحن مزارعين؟ نعم حرفيا اسمنا الفارمر أو المزارعين ومن هون إجا لقب البيتكوين الأخضر لعملة تشيا لأن زراعة وحصاد عملة تشيا ما بيأخذ موارد تقريبا أو شي لا يذكر مقارنة بالبيتكوين يلي صار تعدينا بيستهلك أكتر من 5% من كهرباء كوكب الأرض بالحديث عن المزايا والعيوب عملية تشيا بتتميز أنه مثل ما حكينا استهلاك قليل جدا للطاقة وبتتفوق بالخصوصية على البيتكوين لأن فكرة البيتكوين وقت طلعت كانت لتعزيز فكرة اللامركزية بس مع الأسف بعد ما كان البيتكوين ممكن يتعدن بمعالج الكمبيوتر العادي مع تطور معالجات اسكس الموضوع خرج عن السيطرة وصار بقيد شركات كبيرة ومتحكمة بالموضوع تقريبا عن مستوى العالم وطلعنا من الفكرة اللامركزية والعملة هي اللي بميزها أنه عددها 21 مليون قطع وكمان مدعومة بالكامل من بنك الشعب الصيني وسعرها مدعوم من التقلبات هيك المفروض أنا مثل ما أريت بس هذا الشيء أنا ما يشايفه المهم بحسب المصادر اللي أريتها هذا الشيء اللي أنا شفته مع الوقت لنشوف شو راح يصير بالحديث عن العيوب العملة كان متوقعة تمطرحة بسعر 20 دولار أول ما تنزل لكن أول ما تم فتح التداول فيها نزدت بأكثر من 1800 دولار وحاليا أنا وعم سجل للفيديو سعره 650 دولار لهذا السبب أنا ما لم يقتنع من موضوع تثبيت السعر أو لسه لأن العملة مطروحة على التداول الجديد فلسه يعني لسه سعرها شلون بدي يثبت أقل أكثر الله أعلم وبالتالي بعد ما الناس شافوا هذا السعر زاد الطلب على الهاردات وارتفعت المبيعات بأكثر من 500% من الطبيعي وحتى الهاردات اللي ساعتها كبيرة فضيت مع الرفوف حتى إذا رحتها تشوفوها أونلاين ممكن تلاقوا كميات كثير أو أنواع كثير رحت تلاقوها خلصت بس لحد الآن في فرصة إذا أحد أحابب بفوت بالموضوع بس طبعا بعد دراسة كاملة كل إنسان بيعرف مصلحته أنا معهم أعطي نصيحة استثمارية وهيك بظن مشروع العملة صار واضح خليونا نشوف كيف بدنا نصير مزارعين أو بمعنى أصح تعاوا أعلمكم كيف تزرعوا وتحصدوا للشيئات تبعكم أول شي منروح على تشيئ دوت نت منحمل تطبيق بلوكتشين تبع تشيئ من خلال هذا التطبيق رح نكون منملك المحفظة والسوفتوير اللي حنعمل عليه التعدين أو الزراعة عفوا 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 التعدين أغضي على الثاني تمام منختار النسخة لع حسب نظام التشغيل الخاص فينا ومنحملها ومنثبتها وبعد ما تتثبت رح تفتح معنا بهذا الشكل هذا البرنامج متل ما خبرتكم رح يكون المحفظة تبعنا ويلي رح نقدر نعمل عن طريقه القطع يلي رح نعمل لها حصاد بعدين يعني رح يكون الكل بالكل حتى رح نقدر نبعد ونستقبل منه العملات تبعنا أول ما يفتح معكم البرنامج بهذا الشكل بتروحوا وبتعملوا محفظة جديدة تضغطوا على Create a New Private Key رح يطلع لك الـ 24 كلمة هذول الـ 24 كلمة لازم تحتفظ فيهم بمكان آمن لأنه رح يكونوا هنن المفتاح الخاصي اللي انت لو في حال صار ما صار فيك تستعيد محفظتك من خلالهم بعد ما تسجل الكلمات بتكبس على Next وبيفتح معنا البرنامج على هذا الشكل لاحظوا هون قدامكم أول ما يفتح بتلاحظوا انه الـ Status أو الحالة تبع البرنامج انه Not Synced يعني لسه ما تم التزامن هذا التزامن لحد ما انه البرنامج يعمل تزامن مع الشبكة بياخد حوالي 24-48 ساعة بس عموماً احنا فينا نعمل القطع تبعنا وفينا نباشر شغل من غير ما نستنى انه لحد ما يصير التزامن إذا جينا على Wallets أو المحفظة تبعنا هون بيطلع معنا الكمية العملات اللي نحنا معنا وفينا نعمل عن طريقها إرسال واستقبال إذا بدك تبعت العملات أو إذا دك تستقبلها من أي شخص أو بتبعتها على منصة أو تستقبلها وهلأ منجي على كلمة Blots لما تكبس عليها بتطلع لك هاي النافذة اللي من خلالها فينا نعمل القطع تبعنا أو خلينا نحكي عنها هاي انه هاي النافذة اللي نحن نعمل منها الزراعة تمام لما نتعمل Add New Plot بفتح معك بهذا الشكل بتختار أول شي حجم البلوتي اللي بدك تتساوي بالنسبة للتشياء في خيارات كثير بيطلع عندك في حوالي 5 خيارات بس نحنا دائماً نختار البلوتي اللي هو مقاسه 101.4 يلي هو K32 وال 101.4 هاي تقريباً حوالي 110 جيجا بايت تقريباً وبتحتاج مساحة فاضية عندك بالقرص يلي بدك تعمل عليه بلوت انه يكون عندك حوالي 350 360 جيجا بايت فاضية يعني في حال انت مثلاً الهار تبعك 500 فيك تعمل بلوت واحد بنفس الوقت ما فيك تعمل اثنين بلوت تمام هاي الخيارات اللي متما لكم شايفين قدامكم انواع البلوتات بس متل ما قلتلكم نحنا بنختار K32 تمام وبعدين والخيار الثاني اللي هو choose number of بلوت يعني انه نختار عدد البلوتس اللي بنا نعملها كم قطع بدك تعمل طبعاً شباب عملية الزراعة او عملية انشاء القطع او البلوت هي اكتر عملية بتستهلك من موارد الجهاز تحتاج انه يكون عندك معالج قوي ورامات قوية مشان تقدر تعمل بلوتس باكتر سرعة ممكنة يعني تخيل انت بدك تعبي هارد مساحته 12 تيرا يعني انت عم تحكي بحوالي 120 بلوتس خلينا نحكيهم يعني على سبيل المثال مو رقم دقيق فاذا بدك تعمل 120 مرة وانت يعني جهازك مواصفات ضعيفة البلوت الواحد ممكن ياخد 10 ساعات 20 ساعة الله اعلم يعني حسب مواصفات جهازك هاي العملية بتبين معك فهون اذا كان عنا المواصفات منيحة والهارد اللي بنا نعمل عليه البلوت هو هارد اس اس دي وليس اتش دي دي لاحظوا يعني انه بنعمل البلوت اول شي بنعمله على هارد اس اس دي بعدين بننقله على هارد اتش دي دي ومن هارد اتش دي دي بنعمل عملية الحصاد او الفارمينك هون مثل ما لكم شايفين قدامكم هاي الخيارات هون نحنا بنختار قدي بدنا عملية هاي الزراعة قدي بده تاخد مننا بتحدد قدي بدك تحدد لها من الرامات بتحدد قدي بده تستخدم من المعالج بتحدد كل هاي الامور وطبعا هاي في الحسابات دقيقة في حال انت بدك تعمل يعني انه المزرعة الخاصة فيك في الحسابات دقيقة على حساب مواصفات جهازك بالفيديو الجاي رح احكي عنها بعد ما خلصنا من اول خيارين لما تنزل لتحت لح تلاقي في عندك كمان خيارين الخيار التالت والرابع اول واحد منهم هو اختيار المكان المؤقت يلي رح نعمل عليه البلوت والخيار الرابع هو اختيار المكان النهائي يلي رح ينحفز عليه البلوت شو يعني خليني يبسط لكم ياها الخيار التالت هاد من عبيه منحط المكان الهارد الاس اس دي تبعنا يلي بدنا نحط عليه البلوت اول مرة وليش بدنا نعمله اس اس دي ليه ما نحطه على الهارد الاش دي دي العادي لانه مثل ما قلت لكم الموضوع عملية كله بالسرعة اذا كان الهارد اللي عم نعمل عليه البلوت اس اس دي رح تكون العملية السرعة بكتير من انه نعمل على هارد اتش دي دي وطبعا المكان النهائي للحفظ اللي هو الخيار الرقم اربعة بنختار في الهارد الاتش دي دي تبعنا اللي هو سواء هارد داخلي نحنا موصلينه سواء هارد خارجي اي هارد بيمشي الحال لهي المعملية مو شرط انه يكون الهارد اس اس دي بعدين بنضغط على كلمة كريات بلوت او انشاء القطعة وهون بتطلع معنا هاي النافذة اللي انتو شايفينها وهي الحالة قدامكم بيتبين قدي باقي وقت لحد ما تم انشاء القطعة تبعك بتستنى لحد ما القطعة تبعك تصير جاهزة بعدين رح ننتقل للخطوة التانية اللي هي الحصاد او الفارمينج بس قبل ما انتقل لموضوع الحصاد في نقطة نسيت احكي عنا بموضوع عن الزراعة لما حكيت لكم انه نحنا بنستخدم هارد الس اس دي لانه اسرع فهو كمان فيه شغلة تانية غير انه هو اسرع انه هو عمره الافتراضي اطول وطبعا مو كل انواع هاردات الس اس دي عمره الافتراضي اطول الهارد فيه شغلة اسمها total byte written يعني هاي الكمية او المساحة الاجمالية يلي ممكن تنكتب على هذا الهارد بكل حياته يعني مثلا فيه عندك هارد بيستحمل انه تعمل عليه كتابه مثلا اربعة الاف تيرا فيه هارد تاني بيستحمل الفين ونحن هون بعملية الزراعة عم نعمل البلوت او عم نزرع عم نزرع كل بلوت مثلا 100 جيجا وباليوم مثلا اذا بدك انت تعمل اتعبي هارد 12 تيرا وبكرة اتعبي 12 تيرا واللي بعده اتعبي 12 واللي بعده اتعبي 12 الموضوع فيه له نهاية النهايته انه لما على حسب نوع الهارد تبعك اذا وصلت للتوتال بايت ريتن او تي بي دبليو هاي اللي هي اقصى امكانية هذا الهارد فهون يعني عمره افتراضي انتهى لهذا السبب نحن بنجيب هارد اس اس دي يعني عمره افتراضي طويل وهي الهاردات اللي كنت عم بحكي لكم عليها انه اسعارها هلأ غلية كتير تمام شباب بس انا هي النقطة اللي حابب ان ينوه عليها وطبعا فيه برامج فيك تنزلها وبتفحص لك الهارد تبعك وبتقل لك هذا الهارد ادي باقي منه ادي لسه فيك تعمل عليه كتابه قبل ما ينتهي عمره وهي البرامج رح اسكلي لكم ياها هلأ ورح اطلكم الروابط تبعها بالتعليق المثبت فيكم تروح تشوفوها وتثبتوها وتشوفو انتهى الهارد اللي عندكم لسه بيستحمل ولا لأ بس تفتحوا البرنامج على هذا الخيار رح يبين معكم كم جيجابايت باقي بهذا الهارد كمساحة قابل انه تنكتب عليه قبل ما يعطيكم عمره هذا الهارد لقدامكم فيه لسه 82 تيرابايت طبعا 82 تيرابايت يعني حوالي 820 بلوت بعد منه خلاص انتهى لهذا السبب شباب ديروا بالكم اذا بتكن تشتروا هاردات مستعملة لازم تفحصوها تشوفو قدي باقي فيها الهاردات لها عمر موين بس يعني لما انت تجيب هارد جديد مثل انا رح احكي لكم عليهم بالفيديو الجاي عمره الافتراضي مثلا 4000 تيرا انت ما رح تحتاج تعبي اكثر من هيك لما بدكم تشتروا اي هارد جديد فيكم تروحوا على الموقع الشركة اللي مصنع هذا الهارد وتفتحوا على مواصفاته وفيكم تشوفوا هو قديه هذا الهارد قديه في فترة حياته قديه فيكم تكتب عليه يعني شوفوا المثال اللي هلا يفاتحوا قدامكم طبعا الشغلة بتفرق على حسب مساحة الهارد يعني متل ما لكم شايفين الهارد 480 جيجا بيستحمل لحد الـ 200 تيرا بايت بينما هارد الـ 2 تيرا بيستحمل لحد 800 تيرا بايت لهيك عمره الافتراضي طويل فيكم تعملوا عليه بلوتس تعبوا هارداتكم وامور تمام بعدين ساعتها يعني فيكم حتى ترجعوا بعد ما تخلصوا عملية انشاء البلوتات فيكم تبيعوا للهارد يعني الموضوع ماله ومعقدة كثير وهذا رابط البرنامج اللي مستخدمه لحد تنقيس عمر الهارد رحط لكم رابط تبعوا بالوصف وهلأ خلصنا موضوع الزراعة خلونا نجي لموضوع الحصاد علي يسار في كلمة فارم تحت كلمة بلوتس تكبسوا عليها وبيطلع قدامكم خيار انه اضافة قطعة جديدة بس البلوت تبعك يخلص وين عمل لما تكبس على اضافة قطعة جديدة بتروح انت على المسار اللي حطيت فيه القطعة هاي وبتختاره وعملية الحصاد بتبدأ وهون بقى عطينا عمر يا طويل العمر لانه طبعا يعني اذا كان عندك بلوت واحد العملية رح تاخده قطويل لحد ما انه ممكن انت تجيك فرصة انك تاخد الجائزة وطبعا انت فرصتك بتزودها كل ما زودت البلوتات بس الفكرة مو هون الفكرة انه فيه شغلة اللي مهمة لازم تعرفوها انه حتى لو كان عندك بلوت كتير لحد هلا كونه التعدين عم يتم كل فرد عم يعدن لوحده لهذا السبب انه انت ممكن تكون محظوظ وتعمل يكون عندك بلوت واحد يعني انت هلا بكمبيوترك بكمبيوترك العادي تعمل بلوت واحد وتتركه شغاله على الفارمينج بكرة تلاقي انت مثلا في عندك عملتين هدول اجوك هيك وكمان اذا كنت عامل ممكن 100 بلوت وممكن توعد شهر مثلا ما تصدف انه الرقم اللي بالبلوتس تبعك يكون نفس الرقم اللي بالبلوكتشين اللي عم يتم توزيع العملي على اساسه وهلا هون متل ما لكم شايفين هون جهاز البلوتات هاي كلها معمولة وجاهزة وفي بلوت جديد لسه عم ينعمل هيك شكل البلوت بعد ما يخلص وهلا اذا رجعنا على صفحة فارم بيبق فيه معلومات مهمة لازم تاخد بالك منها اول شي انك انت فعلا عم تعمل فارمينج يعني انت متصل وامورك تمام ومشغال وهون قدي انت كسبان لحد هلا من العملة وهون عدد البلوتس يلي انت مشارك فيهم وقدي حجم هدول البلوتات وكمان الحجم الكامل للشبكة وبالاخير اللي هو الوقت المقدر لانت قدي بدك لحد ما تقدر تكسب العملة طبعا هون يعني بالمثال اللي عنا هون قدامنا حاطين انه بدي شهرين بس عمليا ممكن تصير العملية بكرة او ممكن تصير بعد سنة الله عالم لانه حرفيا الموضوع كونه لحد هلا كل واحد عم يعدن لوحده ولحد هلا ما في بول يعني انه احنا متشاركين في كلنا وكل الارباح اللي عم تطلع عم تتوزع علينا وهي النقطة من واجبي ان يوضح لكم ياها بكل شفافية وكل وضوح مشان انت ما بكرة تروح مثلا تستثمر بالعملة تجيب هاردات تجيب رامات معالج يعني تعمل مزرعتك الخاصة وبالاخير مثلا يطول الوضع عن اللي انت متوقعه فهذا الامر وارد جدا لحد الان لسه المستقبل لسه ما نعرفان ان هل حيصير في بول ولا ما رح يصير في شي رسمي ولا ما في كله مع الوقت رح يبين معنا باذن الله تعالى وهيك شباب يعني العملية كلها سواء انشاء محفظة او عملية الزراعة والحصاد موضوع استقبال وارسال للعملة بتوقع اني غطيته بشكل كامل استنوا الفيديوهات الجاي ان شاء الله الفيديو الجاي متل ما حكيتلكم رح يكون عن يعني قطع الهاردوير اللي انا برشحها انه انت تقدر تباشر فيها الموضوع اذا انت حبيته وكتبولي اراءكم عن الموضوع بالتعليقات سواء بالاجابة او السلب كتبولي اسئلتكم واذا عندكم يعني محابين نتناقش بالموضوع تفضلوا على قناة التليجرام رح تلاقوا الرابط تبعها بالتعليق المثبت بتنوروني يا اخواتي وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله موسيقى